على وقع الأزمات المتتالية التي تعصف بالعالم بدءاً من الأزمة السورية إلى الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بالأزمة اللبنانية فالهدن اليمنية وصولاً إلى الأزمة السياسية في العراق وانتهاءاً بأمن الخليج العربي وتداعيات التدخلات الإيرانية التي تزعزع أمن المنطقة فضلاً عن البرنامج النووي الإيراني كلها ملفات يرجح محللون أن تطرح على طاولة قمة طهران المرتقبة في التاسع عشر من تموز الجاري والتي ستجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان الكريملين أشار إلى أن الغاية الرئيسة من القمة تتمحور حول الملف السوري في حين ذكرت أنقرة أن الحرب الروسية الأوكرانية تتصدر ملف القمة إلا أن متابعين للشأن السياسي رجحوا سعي أردوغان إلى تذليل العقابات أمام عمليته العسكرية في عمق الشمال السوري البيت الأبيض دخل على خط القمة وأكد أن لديه معلومات استخبارية تشير إلى أن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا في غضون وقت قصير للغاية بما يصل إلى مئات الطائرات المسيرة بما في ذلك طائرات قتالية لدعم القوات الروسية في حربها على أوكرانيا محللون أثار تساؤلات عدة حول توقيت قمة طهران المتزامن مع مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة تستضيفها جدة السعودية وربما ستسبق قمة طهران بأيام قلائل في حين توقع آخرون أن تخرج القمة بقرارات مضادة تحاول كبح القرارات التي يتوقع خروجها من قمة جدة المرتقبة أيضاً وما بين القمتين المرتقبتين في جدة وطهران تبقى الملفات المفتوحة كثيرة والنتائج متشعبة وما يجمع بينهما هو إيجاد توازن إقليمي جديد بين قطبي العالم الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية لفرض تحالفات جديدة لإعادة ضبط ميزان القوى العالمي وتبقى الترجيحات عبارة عن توقعات ستكشف عن نفسها خلال أيام فقط ترجمة نانسي قنقر